السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله تكونوا بخير فيديو جديده بخصوص أدوات صيل البحري وخاصة أدوات الخاصة بالهواية هواية صيل الأسماك برمح اليوم نحكي عن نظارات الخاصة بالصيل البحري ونعطيه بها تفاصيل لإخوة لكي يروحوا يشيروا بإذن الله يعرفوا يختاروا النظارات اللي يتلق به أولا نظارات خاصة بالصيل البحري تمتاز بالحجم الصغير تحت يقولوا لهم لماسكا بتي فوليوم بتي فوليوم وش يقصدوا بها خواه حجم الهوا اللي تحمل تهزو النظارات من داخل كما تعرفوا تقاس بالميليلاتر كي يشغل هزين النظارات عمرناها ماء ونشوفوا الحجم ليهزوها على العموم نظارات الخاصة بالصيل البحري الحجم تحمل يكون بين 90 حتى 110 و 15 ميليلاتر كاقصة تقدير وذلك باش نعوض النظارات لأنه كما تعرفوا خواهثنا الغوز ورح النظارات هذي رح تتقلص وبالتالي الهواء ذاك اللي في قلال داخلها رح يتضغط نحتاجه وين نعوض الضغط نطلقه شوية هواء من الأنف باش النظارات متسبلناش أوجاء ومتضغطناش الوجهتانا وعينينا بالخصص لذلك قدما يكون الحجم النظارات صغير قدما مش رح يستهلكوا كميات هواء كبيرة خاصة كما تعرفوا خواهث في كتم النفس راهوا كما نقولوا أي كمية أكسيجين مهمة خاصة من ناحية السالمة وبالتالي حسن اختيارة النظارات رح يعاونها بزاف ومدلنا إضافة سواء في الأرياحات مع الصيد سواء في مدة 8 نفس هذه النقطة الأولى المهمة الخواهة الحجم الصغير النقطة الثانية لازم تأكدوا من نوعية السيليكون تحا تكون مالين باش توفرنا خاصية الالتساق بالوجه باش نتأكدوا من الخاصية هذه الخواهة وحطوا النظارات على الوجهة دون استعمال المطاط هذا ومستنشقه الهواء بالأنف بعد ذلك لازم النظارات تلتسق بالوجه تلتسق النظارات بالوجه معناه انها ايطنش يعني متسربناش الماء ثانية نقطة الخواهة ماذا بكم؟ الإنسان قبل الدخول للصيد يخفف شوية لمسطاش تاعه لأنه الشعر ما يخليش يعني السيليكون تغلق 100% على الوجهة هذه يعني نقطة مهمة ثانية الأخوة المعاناة الصيدين هو الضباب يقيس الزوجات على النظارات وهذا الخواهة ثانية نوعية الزوجاج تلعب دور كبير باش كما نقولو ننزع الضباب كي النظارات تتفاعل جيدا مع النار ثم الوفات كي نحرقوها نحرقو لها الزوجاج تحيروح وكي النظارات أخرى نشيج التركيبة تاع الزوجاج تحاموش بصافي 100% زوجاج نلقوها باللي مهما تدير مهما تدير تبقى دائما دير ذباب ولذلك نحاولو ما لرزمو نهضرها بكل أسف أنه نروح النظارات اللي تكون سومتها شوية زيدة لأنه يكون الأدوات مستعملة فيها تكون جيدة الله المستعان على كل حال ثانية نقطة مهمة جدا الخواهة أثناء تثبيت النظارات دائما نحطوهم في الجهة العلوية من الرأس ممنوع من عبات هبطوهم أسفل للرأس جهة الرقابة لأنه اللي هنا راح يضغطونا الدورة الدموية والعروق ونقدر يسبونا بعيد شرسان كوب لأنه راح تكون موفازا لمنتاسيون المخ بالأكسيجين وكنقطة أخيرة الخواهة والحفاظ عن النظارات الأطول مدة ممكنة بعد ما نحرقوهم زوجاج راح نحط في ذلك الطبقة تاع السيليكون لتكون حامية للزوجاج وبالتالي راح يكونوا سونسيبل بزاك نتفادوا لهم السخور الرمال كذلك نحاولوا دائما بعد ما نخرجوا من الصيد نخسلهم بالماء العذر ونحطوهم يشيحوا فيما كان بعيد على الشمس لأنه المطاط هذا راح سونسيبل بزاك وممكن في أي دقيقة يتقطع ونحاولوا دائما نجيبوا مطاط هذا لأنه قادر ندخلوا صيد يتقطعنا المطاط وتفزدنا على صورتي تانا الله المستعان خواست رمايك شكرا شكرا